كشف الأعرج تقديمه طلباً إلى لجنة الأمن والدفاع النيابية بضرورة تخصيص درجات وظيفية للمنتسبين المفصولين أو المطرودين من أجل إعادة من تنطبق عليه شروط وزارة الداخلية إلى وظيفته خصوص المفصولين طلبنا من لجنة الأمن والدفاع بكخصيص درجات وظيفية للمفصولين أو المطرودين من أجل إعادة من تنطبق عليه الضوامن إلى وزارة الداخلية وزارة داخلية حريصة على الاستفادة من كل أبنائها ولكن نعتقد أن الدرجات الوظيفية والوضع الاقتصادي يتطلب مننا بدء الجهود من أجل أقناع مجلس النواب لتخصيص الدرجات الوظيفية لهؤلاء وكذلك تخصيص الدرجات الوظيفية لمن هم الآن فالخدمة منذ أكثر من سنة بالمحافظات التي كانت تحت تنظير داعش الأرهابي